أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا أبني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال يا أبني لا تقصص رؤياك على إخوتك لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ أبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليرياه ليرياه كيف يواري سوء تاخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تاخيه فأصبح من النادمين أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب وأعجزت أن أكون في النادمين فأصبح من النادمين فأصبح من النادمين فأصبح من النادمين